ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل معاكم أخبارنا العالمية في 7 Day Sport خبر يعني هو على قدم وهو كفيف وجميل وكل حاجة على قدم فيه أرقام مزعجة لنا بالصراحة ميسي يهدي زملائه هدية زهبية وهتلقى عرضا من السعودية لأنه ميسي نجم باريس سان جرمان ومنتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم عمل حاجة مش مسبوقة قبل كده ومشوفنهاش قبل كده وزع 35 موبايل على زملائه في المنتخب الأرجنتيني لكن مش تليفونات عادية تليفونات اتصممت من الدهب من أحد الشركات العالمية طبعا الشركة المشهورة المعروفة يعني شركة الموبايلات وكلفته 175 ألف جنيه استرديني حسب مقالة الصحافة البريطانية كمان يعني فيه كلام في مركة الأسبانية عن عرضه خرافي من نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقب مع ميسي بلاتب 94 مليون دولار سنويا رقم ضخم جدا يعني هو الموبايلات 175 ألف استرديني بقى مش مهم لأن 94 مليون حاجة صعبة أو رغم صعبة أو بصراحة وعمل موبايل بالدهب بكل واحد بإسمه يعني كل واحد بإسمه ورقمه موبايل بالدهب إسمه ورقم التشيرت بموبايل بالدهب فهدية قايمة زيادة عن اللازم بصراحة أقول لحضراتكم شايفينها دي هل ممكن بقى نشوف ميسي في الدور السعودي شوفنا رونالدو حصلت لكن هل ميسي ورونالدو ممكن نشوفهم وجه اللي وجه في الدور السعودي هي صعبة بس مش مستحيلة بعد اللي نشوفها من الأندية السعودية دي يعني الحقيقة هي هدية غريبة إدها للعيبة لكن في المقابل هو جاي له عرض خرافي وطبعا 175 ألف ستريني بالنسبة لميسي ولا حاجة ولسه نحن مع ميسي لكن خبر غريب شوية رسالة تهديد من مسلحين لميسي مجموعة مسلحين هجموا المحل المملوك لعائلة أنتونيلا طبعا زوجة ميسي في الأرجنتين وطم القبض على واحد منهم لحد هنا ممكن يكون الخبر حادس عادية لكن غريب أن المسلحين دول سابوا في المحل رسالة تهديد لميسي بيقولوا فيها إحنا في انتظارك وجابكن مهرب المخدرات مش هيحميك جابكن ده مسؤول يا جماعة عن مدينة كده يعني فاهم زي رئيس المدينة عندنا كده المسلحين دول أطلقوا ست رصاصات في المحل المملوك لعائلة أنتونيلا ده زي ما قلت لحضراتكم والشرطة قبضت على واحد منهم ده اللي ظهر في الكاميرات يعني وهو بيدرب نار على المحل طبعا ميسي أظن أن ده راجل يعني قيمة كراوية كبيرة جدا والحاجات دي بتحصل ملعبة كتير وحصلت قبل كده ولسه هتحصل يعني خصوصا لما يكون واحد لسه جاي بشوية موبايلات دهب يعني بمئة خمسة وسبعين ألف جنيس ترديني رقم بالنسبة له ولا حاجة بمئة خمسة وسبعين ألف جنيس ترديني رقم بالنسبة له